السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نواصل سلسلة دروسنا عن بعد مع درس لقم 39 تحت عنوان التناسبية 1 جداول وتمثيلات إذن قد نتعرف على مفهوم تناسبية إذن ننطلق كالعادة من الأنشطة التمهيدية الصفحة 116 إذن تمري الأول أملأ الجدول التالي لاحظوا لدينا جدول به سطرين السطر الأول يمثل طول ضلع مربع والسطر الثاني يمثل محيطة إذن لحساب محيط المربع ما هي القاعدة التي نطبقها؟ إذن الضلع في أربعة إذن دائما للانطلاق من طول الضلع إذن محيط ماذا نفعل؟ سندربه في أربعة إذن إذا كان لدينا مربع ضلعه واحد سنتيمتر فمحيطه كم؟ واحد في أربعة أربعة سنتيمتر مربع ضلعه واحد فاصل خمسة سنتيمتر إذن محيطه كم؟ أربعة في واحد فاصل خمسة أربعة في خمسة إذن عشرون أربعة في واحد أربعة وإثنان ستة إذن ستة فاصل السفر هي ستة إذن نحتفظ بالعدد الصحيح ستة مربع طول ضلعه إثنان سنتيمتر إذن محيطه كم؟ إثنان في أربعة ثمانية ثلاثة فاصلة خمسة وسبعون إذا دربناها في أربعة نحصل على خمسة عشر إذن نحسب إذن أربعة في خمسة عشرون أربعة في سبعة تمانية وعشرون وإثنان ثلاثون أربعة في ثلاثة إثنان عشر وثلاثة خمسة عشر إذن مع الفاصلة يبقى لدينا السفرين في الجزء العشري وهما سفراني زائدان إذن مربع طول ضلعه خمسة سنتيمتر إذن محيطه هو خمسة في أربعة يعني عشرون سنتيمتر وأخيرا مربع طول ضلعه ستة فاصلة خمسة وعشرين إذن كم سيكون محيطه على ما أظن يعني خمسة وعشرون نتأكد أربعة في خمسة عشرون أربعة في اثنان تمانية واثنان عشر أربعة في ستة أربعة وعشرون وواحد خمسة وعشرون مع الفاصلة يعني لوضعي رقمين بعد الفاصلة نحصل على خمسة وعشرين فاصلة ستة فر يعني خمسة وعشرون أتم للحصول على أعداد السطر الثاني يعني هذه الأعداد التي حسبناها معا نضرب أعداد السطر الأول في في كم إذن في أربعة خارج كل عدد من أعداد السطر الثاني على العدد الموافق له بالسطر الأول هو يعني ماذا تعني هذه العبارة خارج يعني قسمة يعني عندما نقسم كل عدد من السطر الثاني على العدد الذي يوافقه من السطر الأول أربعة قسمة واحد نحصل على أربعة ستة قسمة واحد فاصلة خمسة ستعطينا أربعة تمانية قسمة اثنان أربعة إذن بما أننا يعني من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب في أربعة إذن فمن السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على أربعة هذا العدد يسمى معامل التناسب لأعداد السطر الثاني مع أعداد السطر الأول بالجدول معامل التناسب هو العدد الذي أضرب فيه أو أقسم عليه للمرور من سطر إلى آخر نتم التمرين أو التمارين موالية بنفس الطريقة مع التمرين الثاني سجل تاجر بعض مبيعاته لمادة الزيت في الجدول التالي إذن واحد البائع نلاحظ كم باع إذن باع لترين بخمسين درهم أربع لترات بمئة درهم أربع لترات ونصف بمئة واثنى عشر فاصلة خمسة دراهم خمسة لتر بمئة وخمسة وعشرين درهم وعشر لترات بمئة وخمسين درهم سؤال يقول ما هي قاعدة المرور من أعداد سطر بالجدول إلى الأعداد الموافقة لها بالسطر الآخر مثلا نبدأ بالعدد اثنان إذن ماذا فعلنا للمرور من اثنان إلى خمسين إذن نلاحظ أن العدد يعني زاد إذن فنحن خمنا بعملية الضرب في ماذا ضربنا العدد اثنان للحصول على العدد خمسين إذن اثنان في خمسة وعشرين أر تساوي خمسون أربع في خمسة وعشرون تساوي مئة أربع فاصل خمسة في خمسة وعشرون تساوي مئة وعشر والعكس إذن للمرور من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على نفس العدد اللي هو خمسة وعشرون إذن خمسون قسم خمسة وعشرين تساوي اثنان مئة قسم خمسة وعشرين تساوي أربعة ما هو معامل التناسب لأعداد السطر الثاني مع أعداد السطر الأول إذن ما هو هذا المعامل؟ إذن هو العدد المعامل أو معامل التناسب في هذا الجدول هو العدد خمسة وعشرين الجزء الثاني من السؤال يقول ماذا يمثل هذا العدد؟ إذن لاحظوا إذا قلنا لترين بخمسين درهما فما هو ثمن اللتر الواحد؟ إذن هو خمسة وعشرين وبالتالي فهذا العدد أو هو يمثل ثمن اللتر الواحد من البنزين اللتر الواحد من البنزين حال مثلا إذا مشينا لعند الخطار ونريد شراء البطاطس يعني كيقول لك كيلوغرام مثلا بثلاث دراهم بثلاثة دراهم إذن إذا أردنا شراء خمس كيلوغرامات فلحساب الثمن نضرب خمسة في ثلاثة إذن دائما نضرب في ثماني الكيلوغرام الواحد أو اللتر الواحد أو الكيلوغرام الواحد كما سنرى بالنسبة للتمارين الموالية التمارين الثالث تستهلك سيارة عشر لترات من البنزين في كل مئة كيلوغرامات إذن في كل مئة كيلوغرامات هذه السيارة تستهلك عشر لترات وتم الجدول التالي إذن الجدول ها هو قلنا في كل مئة كيلوغرامات عدد اللترات المستهلكة من البنزين هي عشرة إذن كم تستهلك هذه السيارة لقطع مسافة خمسين كيلوغرامات لاحظوا لحسابها نرى كيف مررنا من مئة إلى خمسين إذن قسمنا على اثنان وبالتالي حتى هذا عشرة نقسمها على اثنان ونحصل على خمسة عمر له ومعقول يعني إذا كانت هذه السيارة تستهلك عشر لترات في مئة كيلوغرامات فهي ستستهلك خمسة فقط في مسافة خمسين كيلوغرامات بالنسبة لمسافة مئتي كيلوغرامات إذن كم ستستهلك؟ مهلة للتفكير قلنا في كل مئة تستهلك عشرة إذن مئة ومئة مئتان عشرة وعشرة عشرون نعم ثلاثمئة كم ستستهلك من البنزين لقطع ثلاثمئة كيلوغرامات إذن ستستهلك ثلاثين لتر وبالنسبة لمسافة أربعمائة وخمسين كم ستستهلك؟ إذن ستستهلك خمسة وأربعين كيف يمكننا حسابها؟ ببساطة لاحظوا معي للمرور من عدد الكيلوغرامات إلى عدد اللترات ماذا نفع؟ عشرة من مئة إلى عشرة إذن نقسم على عشرة وبالأحرى نزيل صفرا لأن جميع هذه الأعداد تنتهي بالصفر ونحن نعلم أنه إذا ضربنا عددا صحيحا في عشرة نضيف له صفر وإذا قسمناه على عشرة وكان رقم وحداته صفرا فنحن نزيل هذا الصفر إذن هذا ما قمنا به هنا لاحظوا معي أتم تمثيل معطيات هذا الجدول على المبيان الآتي برسم النقط ثم أصل هذه النقطة بخط إذن قلنا أنه في لقطع مسافة مئة كيلومتر فهذه السيارة تستهلك عشر لترات ثم لدينا هنا خمسين كيلومتر إذن لقطع مسافة خمسين كيلومتر كلما كم تستهلك هذه السيارة تستهلك خمسة إذن نضع علامة هنا في تقاطع المستقيمين أو القطعتين ثم عندنا مئتي كيلومتر تستهلك فيها عشرين لتر إذن مئتي كيلومتر هذا هو خط إذن مئتي كيلومتر وهنا عشرين إذن كيت قطعوا لي هنا نضعوا علامة ثلاثمائة ثلاثمائة إذن هنا تستهلك ثلاثين لتر وأخيرا أربعمائة وخمسين إذن ها هو السطر ديال ثلاثمائة وخمسين كتستهلك فيها خمسة وأربعين نلاحظ هنا أن كل تدريجتين كتعطينا خمسة إذن خمسة وأربعين هي هذه إذن هنطلع باش نحصل على التقاطع هنا إذن السؤال يقول أو نصل أو المطلوب منا أن نصل هذه النقط إذن سأحاول أن لا أقطع الفيديو هذا لا يمكن أن يرسم إذن لاحظوا على ماذا حصلنا حصلنا على إذن نحصل على خط مستقيم ليس به من حرافات كما سنرى أو بالنسبة للتمرين الأخير الجدول التالي يبين معطيات حول نمو طفل إذن هذا الطفل عندما كان بعمره سنة واحدة كانت قامته خمسة وخمسين سمتيمتر بعمر السنتين خمسة وسبعين سمتيمتر بعمر ثلاث سنوات كانت قامته تساوي تمانين سنتيمتر وبعمر أربع سنوات كانت قامته هي تسعين سنتيمتر سؤال يقول هل قامة هذا الطفل متناسبة مع عمره يعني هل عند المرور من سطر مثلا من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب في نفس العدد أو من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على نفس العدد هذا ما سنرى لاحظوا معي هنا من واحد لخمسة وخمسين في ماذا ضربنا واحد للحصول على خمسة وخمسين إذن ضربناها في خمسة وخمسين في ماذا ضربنا أو هل باش نسهلها هل ضربنا العدد اثنان في خمسة وخمسين للحصول على خمسة وسبعين إذن 2 في 55 تساوي 110 إذن لا هل ضربنا 3 في 55 للحصول على 80 3 في 55 تساوي 165 إذن لا إذن هل قامت هذا الطفل متناسبة مع عمره إذن هل نكتبو لا لأننا للمرور من سطر إلى آخر لا نضرب في نفس العدد إذن ليس لدينا معامل تناسب لهذا الجدول أمثل معطيات هذا الجدول على المبيان التالي بنقط ثم أصل هذه النقط بخط نبدو هكذا شنو قلنا في عمر السنة كانت قامته هي 55 ها هي في عمر السنة كانت قامته 55 إذن هذه علامة التقاطع في عمر السنتين كانت قامته 75 إذن ها هو السطر الذي يمثل عمر السنتين 75 إذن التقاطع هنا يعني بعمر الثلاث سنوات كانت قامته 80 سنتيمترا إذن هذا السطر ذي الثلاث سنوات 80 سنتيمترا هتقاطع دينا وأخيرا بعمر الأربع سنوات كانت قامته 90 سنتيمترا إذن نحاول ربط هذا النقط إذن سأستعمل فقط اليد كي تلاحظوا أننا لم نحصل هل حصلنا على خط مستقيم كما كان الحال هنا؟ إذن لا لماذا؟ لأن هذا الجدول لا يمثل جدول أعداد متناسبة إذن قبل المرور التمارين نمر إلى معارف وقواعد ولاحظوا معطيات هذا الجدول لاحظوا معي الجدول إذن دائماً في التناسب كي يكون عندنا سطرين للمرور من سطر إلى آخر يأما نضرب أو نقسم على نفس العدد مثلاً هنا للمرور من أعداد السطر الأول إلى السطر الثاني لاحظوا السهم إذن نضرب في خمسة إثنان في خمسة عشرة ثلاثة في خمسة خمسة عشر أربعة في خمسة عشرون خمسة في خمسة خمسة وعشرون وللمرور إذن للمرور من السطر الثاني إلى السطر الأول عشرة قسم خمسة إثنان خمسة عشر قسم خمسة ثلاثة عشرون قسم خمسة أربعة 25 قسم 5 إذن إذا قسمنا كل عدد من أعداد السطر الثاني بالجدول على العدد الموافق له الموافق له يعني الذي يوجد فوقه الموافق له من السطر الأول فنحصل على نفس الخارج 5 إذن 10 قسم 2 وتعطينا 5 15 قسم 3 وتعطينا 5 وهكذا إذن فنقول إن أعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول أو كذلك يمكن القول أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني الخارج 5 هو معامل التناسب يعني العدد الذي نضرب فيه أو نقسم عليه يسمى بمعامل التناسب الجدول هو جدول أعداد متناسبة إذن بالنسبة للتمرين الأول عند تمثيل معطيات أعداد متناسبة على مبيان هنا أو هنا فإن هذه النقط تكون مستقيمية مع أو تقاطع المحورين إذن بحل نايا عندنا عندما مثلنا هذه الأعداد لاحظوا معي خمسة إذن خمسة فوق معها خمسة وعشرون من أربعة عشرون تلاتة خمسة عشر واثنان عشرة إذن لاحظوا أننا عندما جمعنا هذا النقط هذه النقط حصلنا على خط مستقيم يمر من المركز أو الذي هو يعني الأصل تقاطع هذه المحورين لذين يمثلان أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني إذن أؤكد عندما تكون لدينا وضعية تناسبية ونمثلها على مبيان فعندما نربط النقط فنحن نحصل على خط مستقيم يعني أن تقاطع أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني تكون نقط لهي مستقيمية ورح نتأكد منها في التمرين الرابع هذا الجدول يعني قلنا أنه ليس بجدول أعداد متناسبة وبالتالي عندما ربطنا النقط لم نحصل على خط مستقيم وهذه النقط ليست مستقيمية إذن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم معنى التناسب إذن في التناسب تكون عندي جدول من سطرين كل عدد في السطر الأول له عدد موافق له في السطر الثاني والعكس صحيح وعند المرور من سطر إلى آخر إما نضرب أو نقسم على نفس العدد وهذا العدد يسمى معامل التناسب وإذا مثلنا هذه الأعداد على مبيان كما هو الحال هنا فنحن نحصل على خط مستقيم يمر من مركز أو من تقاطع المحورين العمودي والأفقي اللذان يمثلان أعداد السطرين نتمنى تكونوا فهمتوا إذن حصة الموالية سأشرح لكم إن شاء الله تمارين ترجمة نانسي قنقر